إلى ذلك تمكنت القوات الحكومية من تفجير مخزن أسلحة استراتيجية للميليشيات الحوثية في الثابت في قطابر شمالي صعدة وصدفت القوات الحكومية مخزن أسلحة استراتيجية في جبال الجلحة في الثابت بمديرية قطابر كانت الميليشيات تتخذه مركزا لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات